سلام عليكم حياكم الله جميعا بمقطع الألعاب المجانية للبلاي ستيشن بلس والإكس بوكس لايف جولد في شهر نوفمبر القادم واللي رح يكون فيه مجموعة ألعاب حلوة صراحة ومو بس ألعاب حلوة بل أيضا مهرجان ضخم للألعاب واللي هو إنسامنيا القادم لأول مرة للسعودية بين 27 إلى 30 نوفمبر بالرياض بعرف إن فاجأتكم بهالجملة بس شو رأيكم أعطيكم هيك نبذي سريعة عنه قبل ما نبدأ نتكلم عن الألعاب يعتبر أكبر مهرجان للألعاب في المنطقة رح يتيح لك تجربة العديد من الألعاب منها مثلا الألعاب الفي آر أو الريترو أو ألعاب المطورين العرب المستقلين وغيرها من الألعاب القابلة للتجربة وأيضا للمحترفين رح تقام بطولات للست ألعاب هاي اللي شايفينها قدامكن مع جوائزة رح تسجل وتلعب التصفيات على تطبيق بلاي هيرا والنهائيات رح تلعبها بالمهرجان قدام اللاعبين والجماهير فريقنا مالتي كرييترز متواجدين إن شاء الله بالمهرجان يعني للي حابب يجي يقابلنا أو يسلم علينا للمزيد من التفاصيل عن المهرجان والبطولات وكيفية التسجيل بموقع بلاي هيرا رح تلاقوه بالرابط بالوصف وخلينا الآن نبدأ يا حبيبي مع الألعاب المجانية للبليستيشن واللي ألعاب مجنوني صراحة اللعبة الأولى هي نيوه أو نيوه لعبة الهاكن سلاش ار بي جي اليابانية واللي كتير ناس بحبه يشبهوها بسيكيرو أو بالأحرى يشبهو سيكيرو فيها اللعبة هاي من الألعاب اللي بتقدم لك تحدي صعب يقابله جيم بلاي ممتع وبيئات لعب جميلة جدا وتعتبر لعبة كبيرة أو لعبة تريبل اي يعني فوجودة بالبلس يعتبر شي ممتاز صراحة السنة الماضية أعلنوا عن الجزء الثاني من نيوه والمخطط أنه ينزل ب13 مارس 2020 وأيضا أعلنوا عن البيت المفتوحة للجزء الثاني من 1 نوفمبر إلى 10 نوفمبر القادم بمعنى أنه كأنه عم يقولولك المطورين أنه عطيناك الجزء هذا مجانا على البلاس مشان تجربه وتجهز حالك للجزء الثاني إذا ما كنت لعبان الأول فلو أنت عاشق للتحدي أو ألعاب السولز مثلا وحابب هيك شي لعبي تختبر لك قدراتك فنيوه عم تستناك اللعبة الثانية هي Outlast 2 لعبة الرعب من منظور الشخص الأول واللي كتير ناس بشوفهم عم يقولوا أنه Resident Evil 7 اقتبست من جزء الأول وفعلا نوعية الرعب بالجزء الأول كانت مميزة وفريدة من نوعها أما الجزء الثاني المجاني على البلاس بشهر نوفمبر فشفت كتير أشخاص ما عجبهم أو أبدوا استياءهم منه لأسباب عديدة قد يكون أكتر شي شفتوا أنه اللعبة تبدو وكأنها استغلال تجاري رخيص لنجاح الجزء الأول أنا ما بعرف صراحة لأني ما لعبت الجزء الثاني فلذلك ملاحظين أني أنا عم باعتمد على المراجعات والأراء العامي وما بعرف كيف مستوى اللعبة عموما ومقارنتا بالجزء الأول فلذلك اللي لعب اللعبها يكتب لنا رأيه بالتعليقات أما لو أنت على الستور السعودة فما رح تلعبها من أساسه نعم لأنه لعبة Outlast 2 ممنوعة بالمتجر السعودة فلذلك اضطروا يستبدلوها بلعبة أخرى واللي هي Goat Simulator بعيدا عن المزح يا جماعة Goat Simulator لعبة حلوة أو بالأحرى لعبة ممتعة خلينا نقول لأنه في هيك استهبال وتحشيش من الطراز الرفيع يعني وبتحس اللعبة يعني لما طوروها ما بتعرف شو كانوا عم يفكروا هني هم يشتغلوا عليها لما اشتريتها صراحة حسيت بالندم أني ضيعت هالمصاري عليها لكن بنفس الوقت كنت مستمتع بتجربة غريبة جدا بتحس يعني بتحس في إحساس غريبة وأنتي عم يتجرب اللعبة هاني باعتقد أنها راح تكون تجربة مسلية بدون ما تضيع مصاري غير طبعا حق الاشتراك ننتقل الآن لألعاب الاكس بوكس واللي بصراحة أغلبة ألعاب عادية فلذلك راح احكي عننن بشكل سريع اللعبة الأولى هي هي أهم لعبة بين كل الأربع لعبة من تصنيف المغامرة واللي أسلوبها بيعتمد أو أسلوب الجيم بلاي بيعتمد على التحقيق لأن هاي اللعبة من نفس الاستوديو اللي عمل لعبة The Sinking City لو تتذكروا لما عملت الله المراجع لكن الفرق بين اللعبتين أنه شيرلوك هولمز نسخة أفضل ومختصرة أكتر من The Sinking City بحيث أنه اللعبة أصيري مدتها عشر ساعات تقريبا لكنها بتقدم لك كم محترم من التحقيق وبشكل عام يعني كلعبة تحقيق أمتع بكتير من The Sinking City اللي كانت يعني ملياني مشاكل من ناحية التمطيط والأشياء اللي ما لدعي أما اللعبة الثانية فهي لعبة The Final Station لعبة 2D رسوماتها بسيطة بيكسلات الجيم بلاي صاير أغلب وعبارة عن ميني جيمز وتتمشى وتحل الغاز بصراحة أنا أخدتها ببلاش قبل سنتين تقريبا لما كانوا عاملين حركة إنك إذا شفت E3 بتاخد هاي اللعبة ببلاش فجربتها شي ساعة تقريبا وما حبيتها أبدا ولا استمتعت فيها اللعبة الثالثة هي لعبة Xbox Original لكنها بتشتغل على Xbox One واللي هي Star Wars جداي ستارفايت لا مو جداي Fallen Order اللعبة هاي هي Space Shooter نازلة بال2002 يعني اللعبة كتير قديمة عن البلاي ستيشن 2 والإكس بوكس أوريجينال فما بعرف صراحة لو في حدي رح يتأبل يلعبها بوقتنا الحالي خصوصا إنه في عنا بعض الألعاب اللي Space Shooter الأمتع بكتير أما اللعبة الأخيرة فهي لعبة Joyride Turbo لعبة Car Tracing نزلت بال2012 للإكس بوكس 360 بشكل حصري أيضا اللعبة هاي نازلة على الإكس بوكس 360 لكنها بتشتغل على الإكس بوكس 1 وهاي هي كانت كل الألعاب المجانية للبلاي ستيشن بلس والإكس بوكس لايف جولد بشهر نوفمبر المقبل صراحة ألعاب البلس أحسن يعني أحسن بشكل واضح من ألعاب الجولد والملاحظ يعني لو أنتوا أكيد لاحظتوا إنه مستوى ألعاب الجولد عموما متذبذب بهاي السنة يعني شهر بتلاقيه ألعاب حلوي ومحترمي وشهر آخر بتحس ألعاب أي كلام ويعني على الأقل بهذا الشهر قدرنا نطلع بلعبة Sherlock Holmes كتبولي أنتوا رأيكم بالتعليقات عن الألعاب هاي وشو رأيكم فيها وأيهما أفضل وشو اختياراتكم من الألعاب المجانية أيضا لا تنسوا تشيكوا على الرابط الموجود بالوصف لإنسامنيا لو حابين تسجلوا بالمطولات أو حابين تتعرفوا عن المهرجان أكتر وأكتر نشوفكم هناك إن شاء الله وأتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة لو ما كنتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيهات مشان توصلكم الإشعارات أول بأول شكرا كتير لكم عن المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم